تقنية 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 فتحت أبواب ستجعل بإذن الله في المستقبل أبنائنا أخواننا غير ناطقين كذلك بالعربية تيسير قراءة القرآن وحفظة وتعلمة بشكل أسر سأسألك سؤال ربما قبل عشر سنوات إذا أردت قراءة القرآن في الجامعة يوم الجمعة تقرأ كثير من آيات سورة الكهف ولا تعرف معناها اليوم بالجوال تضغط على الآية تعطيك تفسير في ثلاث أو أربعة أو حتى عشر كتب تفسير في وقت سابق لا يأتيك إلا في الهامش معنى الكلمة اليوم لا فتعت لك آفاق اليوم تعرف نطقها بالقراءات العشر تعرف نطقها بعدد كبير من القراءات ولذلك اليوم بل حتى ترجمتها لغير الناطقين باللغة العربية في السابق وربما أصبح عمره ستين سبعين لا يعرف إلا هذه الآية ويعرف تركيبها باللغة العربية فقط اليوم يضغط عليها ويقرأ ترجمتها ويقرأ تفسيرها من كتب كثيرة في ذلك خلاصة الكلام التقنية بالعكس مع دخول التقنية مع القرآن الكريم وتيسير حفظه وتلاوته